موسيقى عزيزان المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكائن خاص نستضيف اليوم المفكر والأكاديمي العربي أستاذ العلم الاجتماع السياسي في جامعة السربون البريفوسور برهان غليون أهلا وسهلا برهان إذا بدأنا دكتور من تجربتكم في الثورة السورية في رئيس المجلس الوطني كيف تقيمون هذه التجربة وكيف هل بإمكان الأكاديمي والمثقف أن يتحول إلى شخصية سياسية وسط الإملاءات أو البيئة غير السوية في العمل السياسي يعني أولا شكرا على استطافة القناة إلي بهالمناسبة بوجودة في اسطنبول وشكرا على بدء الأسئلة بموضوع يتعلق كمان بسوريا وبكتاب أنا أصدرته من ووقعت عليه للقراء من يومين اللي اسمه عطب الذات وقائع ثورة لم تكتمل وبالحقيقة يعني تجربتي بالمجلس الوطني ساعدتني على أن أفهم يعني شو هي نقاط الضعف برأيي أنا عند النقب العربي اللي بالمعارضة طبعا عم نحكي بشكل أساسي بالمعارضة وأيضا بالمجتمع ككل يعني النقب مش فقط النقب السياسي النقب السياسي الاقتصادي رجال الأعمال المثقفين كمان كلهم كيف تتصرفوا وهذا اللي يعني كان موضوع الكتاب كيف كان أداءهم خلال السورة وكيف تتصرفوا كل طرف لوحد بدل ما يتصرفوا كجسم واحد يعني كيف المشكلة كانت هي بشكل أساسي يعني أعتقد أنه هي شبيهة بتجارب كبيرة لا تختلف عن تجارب البلدان العربية الأخرى الربيع العربية إنما يمكن بسوريا أكثر من مش أكثر من اليمن بس حتى أكثر من بلدان كتير عربي دخلة السورة فيها الصراع الداخلي ارتبط بصراعات إقليمية أو فتح على صراعات إقليمية وصراعات دولية كبيرة كتير وفي النهاية أسر القضية السورية نفسها قضية التحرر شعب من النظام الاستبداد والنظام الجور إذا بدنا نقول رهن مستقبل هذه السورة ومستقبل القضية بحل تناقضات للشعب السوري ما له علاقة فيها تناقضات إقليمية وتناقضات دولية وما زالت القضية السورية السيرة لهذه التناقضات التناقضات ربما كانت في الوسط النخبة المثقفة انكسمت النخبة المثقفة السورية وأعتقد أيضا حتى في دول الربيع العربي جزء مع السلطة وجزء أيضا مع الثورة أيضا الجزء الذي ذهب مع الثورة ربما كانت هناك الكثير من التوجهات والتجاذبات التي أدت إلى عدم موجود عمل موحد ما هي الأسباب التي ربما لم يتم تطرق عليها خلال الفترة الماضية حول طبيعة تلك الانقسامات وأسبابها وأيضا تأثيرها على حياة الشعوب يعني أنا بأعتقد أنه أسباب الرئيسية لانقسام النخب العربي ككل في السورات وكانت ظاهرة مثل ما ذكرت موجودة يعني في أكتر من مكان وأنا هذا اللي كتبته فصل بآخر الكتاب سميته صناعة النخبة كيف تصنع النخبة النخبة لا تولد يعني بوعي كامل وجاهز ووطني ومتحد ويدفع لاتحاد الأفراد وإنما تصنع والحقيقة صناعة النخبة بالبودلان العربي هي خاض على سياسات الأنظمة الحاكمة والحكومات والحكومات كان هدفها دائما أنه تتمزق وتشتت وتركز على التناقضات الطائفية والمذهبية والإديولوجية ومشان ما تسمح بوجود تكتل يمكن أن يهدد استقرارها فكل التربية والثقافية مبنية على أساس منع تشكيل النخبة يتفكر أساساً بالقضية الوطنية أنت لازم تفكر بمصلحتك الشخصية اللي ما بفكر مصلحته الشخصية بيطلع بره لأنه السياسي ما نمس موحة بقلب المجتمع السياسي ليست للشعب السياسي للناس الحاكمين هن يقرروا هن أصحاب القرار وبدهم كل التربية موجودة على أساس أن أبناء الشعب حتى النخب وحتى النخب المالية الكبيرة لا يجب أن يدخلوا بالسياسي لا يجب أن يفكروا بالسياسي يعني لا يجب أن يتفهموا بين بعضهم شو هي السياسي السياسي هي فن أنه المجتمع ينظم مصالحه ينظم أموره يتواصل مع بعض يخلق أحزاب يخلق جمعيات لذلك بتشوف ببلداننا لا في منظمات مجتمع مدني حقيقي لأنه كلها خاضعة سوريا تجميل شكل الأنظمة خاض على إجهزة الأمن كلها خاض على إجهزة الأمن فلم ينمو داخل المجتمعات أي إطار أو أي مؤسسة عند حد أدنى من الاستقلالية عند حد أدنى من الديناميكية الداخلية كلها مربوطة بأفراد هنا نفسهم جزء منهم إما معزول أو مربوط أيضا بدعم من طرف من أطراف السلطة أفقر المجتمع يعني خلال الخمسين سنة الماضي جوفت المؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع وعدم أي عمل نشاط سياسي فكري ولا تنظيمي داخل هذا المجتمع وضمّر الضمير السياسي والعواعي السياسي أصبح على درجة من الضمور في هذه المجتمعات بشكل أنه وقت لجت السورة واللي هي سورة شعبية ما عرفوا النخب اللي عندهم مواقع وعندهم مناصب وعندهم مصالح وعندهم تفكير أفكار قدرة على التنظير ما حسنوا يجمعوا بعضهم ويتفاهموا على أجندة وحدي وشكله مؤسسي مثل ما بالأصل كانوا ما تعلموا ما عرفوا بحياتهم أنه شكله منظمة شعبية قويلة حتى بعد السورة يستطيعوا أنه يستغلوا هالموجي العالي لأنه إجيت موجي هائلي من الدعم الشعبي ما عرفوا النخب يستغلوا هالموجي العالي لتجهوا نحو تغيير الأوضاع في هذه النقطة هل كانت أشعوب أكثر وعيا من النخب وأكثر استعدادا للتغيير النخب أيضا لم تكن مهيئة بشكل حقيقي كونها كما تفضلت قلت كانت جزءا من الأنظمة الأبوية والاستبدادية التي تسيطر على الأشعوب والدول هل بالإمكان الآن نتحدث عن أن هناك مراجعة حقيقية لتلك النخب يعني أنا رأيي أنه طبعا الشعوب كانت أوعى من النخب بأي معنى أوعى ما عندها قدرة على التنظير أكثر طبعا لأنه مش هي مفكرين الشعب مش مفكرين أوعى بمعنى عندها ضمير أصفى يعني الناس نزلت لا تبحث عن لا مصلحة شخصية نزلوا يموتوا يعني قسم منهم كانوا عرفانين أنه نازلين من شأن يمكن يموتوا في أي لحظة بالقوى الأمن نزلوا لأنه كانوا مؤمنين بأنه لازم يستعيدوا حقوقهم وأنه هن بشر يعني ارتفعوا عن مصالحهم الشخصية وصاروا يفكروا كشعب نزلوا كشعب وشعار الثورة السورية اللي تردد أكتر كان كتير معبر واحد واحد الشعب السوري واحد شو كان معناته؟ معناته كل التمايزات اللي حاول يخلق النظام في السابق طائفي وغير طائفي وقومي واجتماعي وإلى آخره ومناطقي لا نعترف بها نحن هون عم نحكي كشعب مقابل نظام ينكر حقوقنا كشعب كمجموع يعني ككتل شعبي هلأ أنا برأيي هذا بيدل على أنه الشعب كان أوعى مين يستخدم الطائفي ومين يستخدم أنا عم رد هون على ناس كتير بقولوا شعبنا غير جاهز لأنه لسه تمتأثر بالطائفي وبالعصبية وبالدين وهذا كله هذا قلب للمعادنة اللي استخدم الطائفي واستخدم المناطقية واستخدم التمييز هن النخب نفسه في إطار صراعاته إما مع النظام أو النظام ضده أو في صراعاته بين بعضا مشان تاخد سلطة داخل المؤسسة هذه المؤسسة أو تلك أو هذا الإطار السياسي أو ذلك فلذلك أنا بأتقد العطب الحقيقي مشان هيك سميت عطب العطب الحقيقي في هالمجتمعات هو تفكك النخب وضعف نموه السياسي ضعف نمو وعي السياسي وضمير السياسي طيب التضحية الكبيرة تقدمها الشعب السوري على سبيل المثال وهو واحد من أكثر الشعوب التي ربما تم معاقبتها نتيجة الثورة هذه الخسائر البشرية الهائلة وأيضا في بنية المجتمع لم تحرك ساكن لدى المجتمع الدولي أيضا المجتمع الدولي عاد اليوم للتواطع مع النظام وليقمع السوريين وقتلهم بالمئات هذه القضايا كيف بالإمكان أن يقفز عليها الناس أو تجعل الناس يستمروا في موضوع الثورة وموضوع التغيير لأنه باعتقد أنه لم يعد هناك مجال للتراجع لا للنظام ولا أيضا للناس يعني أول شيء لازم نقول أنه عدد الهائل من الضحايا والدمار اللي حصل في سوريا بشكل خاص في سوريا أكثر من أي بلد تاني طبعا من بلدان الربيع العربي هو نتيجة تصميم النظام وحليفه الرئيسي في البداية اللي هو الإيرانيين على حرب إبادة جماعية لأنه كان فيه تأكيد كان فيه واضح أنه الشعب قام بأغلبيته لتغيير النظام وأنه لن يتراجع لأنه من الأول يوم بدأ الضرب بالرصاص بدأت قوى القمع تطلق الرصاص وكان يوميا يروح 20 إلى 30 ضحية بسبب الإطلاق النار فكان فيه شعور عند النظام واضح وعند حلفائه أنه لن يستطيع أن يقاوم هذا المد الهائل من المقاومة الشعبية فقرر أنه يساعد القتال مش أنه يشتغل على قمع يعني بوسيلة قمع معهود معروف أنه يعني بيقتله ألف بس أنه مشي باتجاه أنه لازم حطم الحاضني الاجتماعي للثورة لحتى أحسين تخلص من السوار يعني مو بس أدرب السوار لازم حطم مدنهم وقراهم وهجر الملايين من الناس وهذا اسمه حرب إبادة جماعية هون بينطرح فعلا السؤال وهذه حرب الإبادة الجماعية ما فيها مفاوضات ما فيها أمل إلا أنه تحطم صاحب النظري بالإبادة الجماعية أو تكسر إيده هون بينطرح الموضوع الذي طرحته موقف المجتمع الدولي سواء كان دول يعني ما يتعلق بالدول التي تدعي حماية حقوق الإنسان أو الدفاع عن حقوق الإنسان أو مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن فما في شك أنه أظهر المجتمع الدولي هذا بده تحليل عجزا مطلقا تواطئا خليني أقول هو أكثر اللي يترك الناس تقتل بهالعدد بدون أن يحرك ساكنه ومجرد بيانات وحتى وقت صار استخدام الكيماوي اللي هو تعبير حتى لو عدد اللي ماته بالمقارنة مع البراميل المتفجري أقل لكن هذا يعطي رسالة واضحة على الإبادة الجماعية وقد يستخدم أسلحة الدمار الشامل هذا اسمه أسلحة الدمار الشامل يعني هو داخل بحرب إبادة جماعية وكان هاي بتستدعي رد كبير كتير من قبل المجتمع الدولي ليش ما صار في رد من قبل المجتمع الدولي أنا باعتقادي لأنه المجتمع الدولي معد مهتم وهلأ حيدفع سمان قالي يعني الدول الأوروبية والغربية والروس والآخر وأنه ما عد مهتمين بمصير هالشعوب ما عد بدون دعمه كانوا في البداية أنه يدخلوا لأنه كان في صراع شرق غرب هاي كلها الإديولوجية ظهرت خلال الحرب الباردة وأنه نحن مندافع عن الحريات الآخرين ما بدافع عن الاشتراكي وعن العدالي كان ضمن صراع الحرب الباردة تكون نوع من الضمير التضامن الإنساني مع الشعوب وقت اللي راحت الحرب الباردة اليوم كل شعب يعني لمصيره ترك كل شعب لمصيره والأمريكيين اللي هني أقوى أقوى دولي في العالم وفي النظام الدولي قالوا أنه نحن لن ندخل دفاعا عنه شعب نحن ندعم الشعب اللي وقت بدافع عن نفسه وحقيقة بالنسبة للسوريا لقاء مصالح مع دول أخرى لم يفعلوا حتى هذا يعني لم يدعموا حتى الشعب اللي حاول يدافع عن نفسه بإيديه وبجسمه وبصدر أبناء العارية طيب هل تستحق السلطة كل هذا الدماء كل هذا الدمار كل هذا القاتل كل هذا العنف اليوم بشار الأسد ليس هو الحاكم الحقيقي الملالي وحزب الله وهم من يحكمون والروس هم من يحكمون سوريا اليوم ماذا استفاد بشار الأسد من أن يتحول فقط إلى قاتل شوف الشعوب بطول عمر الحكمي بتقول ما تسلم القيادي لأطفال ما تسلم القيادي لمجدون لأنه إذا سلمت لمجدون بصير شيء اللي صار بمعنى أنه بفكر إذا طلع من السلطة يعني خربت الدنيا وبصير مستعد مشان يحافظ على السلطة أنه يدمر بلد كامل واللي هو بلده المفروض حاكمه هو من من عقدين وحق أبوه كان حاكمه من قبل إيه هذا سمرت أنه اللي موجود بالحكم ليس مكون مشان يحكم هالبلد مشان يكون عنده سلطة سياسية تكوينه وثقافته وتفكيره ما بتأهله لأنه يحكم بلد فما بيعرفش لهم بديوا تصرف وقت البصير فيه تحدي بيعتبر نفسه أنه عمره دع التحدي ما بحس بمسؤوليته عن الناس ومصالحهم وبقاء البلد وهذا كله بروح بصير هو هو نفسه ضحي للأهواء تبعه أهواءه أنه أنا بدون يطالعون من الحكم حكسر رأسهم ما قال الأسد أو نحرق البلد يعني أنا بحرق البلد وما بسمح لهم أنه يتحدوني هذا دليل على أنه ما كان مأهل ليكون حاكم هو ابن يعني شاب صدفة بسيط ابن أبوه ابن حاكم وضعوه بمؤامرة عمليا لأنه تفاهموا مع قاتل جيش وقاتل أجهزة والآخرين وليش حطوه بالسلطة مو حطوه بالسلطة لأنه مؤمنين أنه عنده قدرات يحكم البلد حطوه بالسلطة مشان يحكمه هني ويسرقه من وراء يعني الضباط الكبار والرجال الأعمال حتى اللي كانوا قريبين من السلطة كان بدهم واحد جاهل أحمق يعني ما له علاقة بالسلطة وبالحكم هو يستفيد ونحن منستفيد معه وجد بس لوحده ما كان حسن يعمل حرب الإبادة جمعي وجد عند الدول الإقليمية يعني في الصراع الإيراني ضد الغرب وضد الدول العربية المحيطة وجد دعما كمان من ناس مشروع جنوني أنه هني قرروا أنه بدهم يعملوا هلال شيعي وبدهم يعملوا منطقة أمبراطورية فارسية قوية من جديد ويقلبوا الطاولة على الأمريكيين وعلى الغربيين لكي يقولونه أننا قوية تفاوضوا معنا حول أمور الشرق الأوسط ولن تستطيعوا أن تحققوا مصالحكم في الخليج بدون أن تتعاونوا معنا اليوم على ذكر الهلال الفارسي هل نستطيع أن نقول أن سوريا تم عزلها عن محيطها العربي أصبحت اليوم كما يتحدث الإيراني أنها أحدى العاصمة التابعة لهم وربما كانت ثالث عاصمات تتبعهم بعد بغداد وبيروت وقبل صنعاء اليوم نلاحظ أنه حتى الذين كانوا يقفون ضد المشروع أو يقولون أنهم يقفون ضد المشروع الفارسي أو ضد إيران اليوم ذهبوا للتسليم ولعادة فتح سفاراتهم في داخل سوريا هل نستطيع أن نقول أن انتهت المسرحية الكبرى بظهور جبهة ممانعة للوجود الإيراني في سوريا وفي مناتقى العروية للأسف العرب لا يحسنون يعملون رد فعل استراتيجي حقيقي لاحتواء هجوم توسع إلى إيران من أول من عشرين وثلاثين سنة لأن الإيرانيين لم يخبوا طموحهم ولم يخبوا أنهم يصدر السورة وما خبوا تصرفوا غلط العرب أحكي عن الدول العربية والحكومات العربية تصرفوا غلط في العراق وبعدين تركوا العراق يروحوا وساهموا في أنه يسقطوا النظام العراقي اللي كانوا هن يسموه الجدار جدار المقاومة ضد التوسع الإيراني وبعدين هن ما عرفوا يتفهموا على استراتيجي واحدة كانوا متنازعين ولليوم هن متنازعين ومسلمين كانوا أمورهم معتقدين أن الأمريكان سيحمون وقسم مننا كان يعتقد منهم كان يعتقد أنه عندهم مثلا دعم من قبل صد الدول الخليجي من قبل مصر ولا من قبل باكستان وقادرين يردعوا إيران يعني اعتمدوا على قوى راهنوا على قوى أجنبية بدل ما يطوروا هنا استراتيجية خاصة فيهم محلية عربية لمواجهة التوسع الإيراني اليوم الإيرانيين أمام الفراغ العربي دعنا نقول اليوم في فراغ استراتيجي عربي هذا لازم نعترف فيه لأن الدول والحكومات ما عرفت ما عرفت تتصرف حتى الآن واعتمدت على الآخرين أمام الفراغ العربي الإيرانيين محقق ننتائج وبالرغم وبالرغم من أنه الأمريكان في الأشهر الأخيرة مع الغربيين ضغطوا على الدول العربية مشان ما ترجعت أهل الأسد ووقفوا كل حركة أعدد الأسد للجامعة وبالرغم من أنه الأمريكيين أيضا حددوا ضمن أهدافهم مع الغربيين يعني مقاومة النفوذ العسكري الإيراني في سوريا ويمكن شوي في العراق إلا أنه الإيرانيين اتبعوا طريقة متبعين اليوم آخر الاجتماع بالرؤساء الأركان في دمشق وإلى آخره للدول الثلاثة اتبعوا طريق الهجوم استمرار في الهجوم وتصعيد الهجوم وبدنا نشوف شو بدون يعملوا شو بدون يعملوا الغربيين لأنه لأنه حد الآن كمان الدول الغربي اللي إلى مصالح كبيرة بالخليج ما عندها استراتيجية مواجهة حقيقية مراهنة على الضغوط السياسي والضغوط مو محور الهلال الأخضر والشيعي من لبنان لطهران عم يحاولوا يكسروا في الحقيقة الحصار ويكسروا العقوبات ويلاءوا طريقة لتجاوز العقوبات مشان يظلوا مستمرين في نفس السياسي حول الجهود الدولية والرهان أيضا على المجتمع الغربي وكيف أيضا أسهمت الرخاوة الأممية في السماح للإيرانيين وأيضا لغير من قابل الثورات الربيع العربي أو قاموا ضدها بالاستمرار سنناقش لكن بعد فاصل قصير أعزائنا المشاهدين فاصل قصير نعود بعده الاستكمال الحوار مع ضيفنا المفكر العربي الأستاذ برهان غليون كونوا معنا في الحرب في الحرب تنتهك حقوق الإنسان ومع مرور الزمن تختفي الأحداث والتفاصيل ويختفي المنتهكون خلف الركاب التوثيق والإعلام حفظ للقضايا من النسيان أستوحدك ذاكرة قضايا حقوق الإنسان في اليمن في الحرب تنتهك حقوق الإنسان ومع مرور الزمن تختفي الأحداث والتفاصيل ويختفي المنتهكون خلف الركاب التوثيق والإعلام حفظ للقضايا من النسيان أستوحدك ذاكرة قضايا حقوق الإنسان في اليمن عزيز المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم من جديد نعود لاستكمال الإحوار مع الضيفي المفكر العربي الكبير الأستاذ برهان الغليون دكتور كنا نتحدث قبل الفاصل عن الموقف الغربي يعني أيضاً الرهان على هذه الموقف ربما فشلت بشكل كبير جداً الرهانات خاصة إلى الآن لم يتم تحريك أي دعوة قضائية أو جناعية أو ملاحقات لمرتكب الجرائم جرائم الإبادة سواء في سوريا أو في اليمن أو في العراق أو في ليبيا أو غيرها من البلدان الضمير العالمي تحكمه المصالح يبدو ولا تحكمه القيم أنتوا كقادة في الثورات الربع العربي ألا تفكروا يوماً باللجوء إلى محكمة الجناعية الدولية أو تفعيل الآليات أو ملاحق القضايا ما هذا صار لهم كثير يعني جمعيات محامين سوريين وعرب وحتى من الدول الأجدبية يعني دول أوروبية في كثير محامين متعاطفين مع الشعوب العربية يضغطون من أجل يعني دفع المجرمين إلى ملف المجرمين إلى العدالي ما فيهم اليوم مهدد حافظ بشار الأسد ورجال سلطة الكبار وأنا باعتقد أنه هذا حيصير لكن أنا باعتقد أنه السبب اللي كان ما عم نحسن نوصل لنتيجي أنه ما في قرار سياسي دولي في النهاية كل الأمور مرتبطة بالسياسي نحن لأنه ما منعرف شو السياسي سياسي يعني أوسع من أنه اتخاذ قرار بالحكم إلى آخر فالدول الغربية كانت مراهنة لهي هي صحة السلطة الحقيقية على المجتمع الدولي على المنظمات الأممية كانت مقررة أنه ما تدخل مواجهة مع الأسد مثلا عم أعطي مثال سوريا مع الحكم على أمل أنه بالضغوط يدخلوا بالمفاوضات يعني أنه هي ما بدت تعمل أزمة ما بدت تعمل انفجار بدت النظام نفسه يتغير عن طريق المفاوضات يقبل هو التغيير تحت الضغوط الآن اكتشفوا بعد يعني نحن صلنا 8 سنين بسوريا ما بس ما صار مفاوضات الإصرار على حسم الأمور بالقوة والاستمرار في تفكير بإعادة التأهيل للنظام كما هو وهو ما عاد يرجع كما هو يعني أسوأ مما هو استمر يعني ما أنا بعتقد أنه فيه انهيار وفشل كامل لسياسة التغيير بالضغوط اللي تتبعوها الغربيين الآن فتح الباب اليوم إذا بدك تشوف من عدة أشهر كثير صحافي دولي أمريكي وغربي عم تحكي عن دفع ملفات شخصيات سورية ارتكبت جرائم كبيرة نحو إلى العدالي لأنه هذا كمان هلأ عم يستخدم وسيلة للضغط الآن حتفتح بس أنه ممكن أنه يتحاكي ممكن أنه الملفات تقبل بقصد محكمة المحكمة الجنائية الدولية لكن تنفيذها كمان تطبيقها بالرد من أنه دخول قدام حائط بدك قرار دولي حقيقي بالتغيير أنه معد مقبول بقصد أنه يستمر نظام هجر 12 مليون وأتل مليون ودمر نص بلده عملية نص الساكنة الدمرت أنه ننتظر لحتى هو يشعر بالخطر ويأتي وتهدده يعني أنا أعتقد أنه يعني فيه عطب كبير بالسياسة الدولية فيما يتعلق بمواجهة مجرمين حقيقيين بشكل جدي وفعال طيب إذا ما انتقلنا إلى ملف آخر إلى الملف الثورة اليمنية ربما هي شقيقة للثورة السورية بنفس الآليات الوجود الإيراني موجودة التدخلات الدولية موجودة تقييمكم الثورة اليمنية أيضا لم تأخذ حقها من الاجتماع من قبل العالم إلا باعتبارها منطقة منكوبة إنسانية لكن لا أحد يتحدث عن الجرائم التي يرتكبت عن تقسيم المجتمع عن أيضا التدخل والنفوذ الدولي الذي ساهم في تعزيز الفرقة داخل المجتمع الإيماني هناك إهمان واضح لكل الدول أنا برأي كل دول الربيع العربي وفي شعور أنا عندي أنه ما تزال النخب السياسي الغربي وأنا بحكي فيها لأنه هي اللي في الحقيقة صاحبت القرارات الدولية حتى اليوم في شعور عندي أنه هدول ما عندهم لسه إيمان بأنه الشعوب العربية قادرة على أنه تمشي نحو نظام ديمقراطي ولا أنه يعني تتطور في اتجاه إيجابي وعندهم شعور أنه يمكن يمكن إذا سمحنا إذا فتحنا الطريق لحركات شعبية يمكن نوصل لحركات إسلامية حركات متطرفة تكون ضرر علينا أكبر من ضرر الأنظمة المستبدة اللي هي يعني الفاسدة وسبب فسادة أنه بدأ رضانة أكتر ما فارق معها شعبه فارق معها أنه تأخذ رضانة وفي لهم علاقات النظام هدول كثير مع وحتى الإيرانيين مانهم مؤحدين يعني في قسم غربي من الدول الغربي بيتعاطف مع التيارات بالنظام الإيراني وبيؤمن أو بيعتقد أنه لازم يدعم تيارات على حساب تيارات الدينية المتطرفة أكتر فهي أنا بعتقد أنه فيه كتير عوامل لازم نحن كمان نساهم في حلها يعني لازم نحن نبين نحن العرب والبلدان الربيع نبلور البديل الديمقراطي بشكل أوضح نمشي بالاتجاهات تبين أنه الهدف والحقيقة الشيء الحقيقي اللي رايحين نحوه هو بناء نظم ديمقراطية بتحترم إيرادة الشعب مش أنه نحن عم نشتغل لدولي ضد دولي ولا لأجندة طائفية ولا لأجندة خاصة فينا يعني لسه بدها مشان هيك متعقد ووضعنا معقد صار طيب دكتور هناك من يرى أن الجغرافيا لعب الدور كبيرجي ويضا تناقضات التاريخ يعني سوريا ومحيطها اليمن ومحيطها هذا المحيط المعادي للتغيير المعادي للديمقراطية للحرية لهذه الأفكار أدى لقيام الدول المحيطة أو دول الإقليمية بمعاقبة الشعوب العربية التي قررت أن تتحرر من سطوة الاستبداد والانتقال لذلك أنا أقول أنه اليوم أزماتنا الداخلية بسوريا باليمان بليبيا بغيرها هي جزء من أزمة إقليمية ولن تحل بدون ما يصير في حلول كمان للأزمة الإقليمية شو هي الأزمة الإقليمية؟ مجموعة من الدول لمتنازعة متصارعة غير متفاهمة لا يوجد بنات أي عقد أو أي معاهدة أو أي تنسيق يعني كل وحدة خائفة من الأخرى حتى الدول العربية ليس فقط الدول الإيران والدول العربية لا يوجد منطقة مفتقرة للتنظيم الإقليمي ومفتقرة لمعاهدات تضمن احترام السيادي للدول في أي منطقة من العالم المنطقة المشرقية المنطقة المشرق العربي والشرق الأوسط وما في منطقة فيها تناقضات وفيها صراعات وفيها توترات أدما بالعالم أدما في منطقتنا لذلك أنا بأعتقد أنه نحن كمان بسوريا وباليمن وبليبيا وبغيرها الضحية لها الفوضى الضاربة في الإقليم ولن نخرج من فوضانا الداخلية يعني من الانسداد اللي حاصل أمام تقدم الشعوب إلا إذا حسننا بنفس الوقت نخطي خطوي في اتجاه نزع فتيل الحروب الإقليمية واللي عم بتغذية أيضا صراعات دولية يعني ونفكر كمان بإعادة العلاقات مع الدول أنا باعتقادي لا يمكن فصل النزاعات الإقليمية بشرق كمان عن أسط إسرائيل والتوسع الإسرائيلي ولا يمكن فصلة كمان عن تنازع الدول الأوروبية والغربية على مواقع في منطقتنا وبما فيها الروس اليوم يعني ليبيا هي ضحية الصراع بين أوروبيين مختلفين وظهرت للعالم بين فرنسا وإيطاليا وهن نفسهم صرحوا فيها وبين الأمريكان وبين الأوروبيين هذا كله لازم نأخذ بعين الأتبار من أجل أن نعيد بناء قوة وأجندة سياسية نحن كعرب في كل منطقة ونبني علاقات جديدة وندخل بعلاقات جديدة مع الدول ومع التنظيمات هناك عرب شعوب وهناك عرب الأنظمة أو عرب التي نستطيع أن أقول أن هناك إرادتين تتنازع في المشاكل العربي هناك الأنظمة التي تبعث عن الحرية والخلاص وهناك الأنظمة التي تغذي الصراعات يعني اليوم لدينا المال العربي شاهدنا كيف تحول إلى وبال على المنطقة العربية المال النفط الذي كان يجب أن يخصص للتنمية العربية ويخصص لقتل الشعوب اليوم للشعوب العربية أو الأنظمة العربية أو الأنظمة المستبددة بالذات في الإمارات في السعودية في غيرها تساهم في قتل الشعوب هذه المنطقة هل هي تعتقد أنها بهذا السلوك تمنع وصول موجة الثورة والحرية إلى تلك الدول؟ وهل تستطيع فعلا إيقاف حق الشعوب في التطلع نحو الحرية بهذه الطريقة؟ أنا أعتقد أن كل السورات العربية هي نتيجة هي يعني إجت تغيير عنيف لمؤسسات أو لأنظمة صلى جانب نصف قرن يعني ما عرفت هي تتطور ولا تتغير الشعوب تتغير تطلعاتها تتغير بتزيد عددها بتتغير استعداداتها ومفاهيمها وأفكارها وبتطلع على شيء آخر جديد مع الوقت لكن نحن نظمنا بقيد كما لو كان محجرة محطوطة في تلاجة ولم تقوم بأي تغيير ولو بأي تحول فأجت التسورات لتقول أن هذه المؤسسات التي نحن عايشين تحتها عقيمة مؤسسات دمرتنا مؤسسات لا عرفت تعمل تنمية صناعية ولا تنمية علمية ولا تنمية تقنية بالعكس تراجعت المجتمعات للورا صار في حاجة لقفزي ما كان بحسن يعمل إلا الشعب يعني لأنه النخب كل اليوم يعني ما أنا متآمرة من حطة يعني ما عم تفكر إلا بمصالحها الخاصة وما كان في إمكاني إلا بمواجهتها بالسورة هلأ أنا بأعتقد أنه حققت الشعوب شيء كبير حققت أنه وضعت حد للاستمرار هذه النظم ودفعت سمن غالي لكي تقول أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر ولن يستمر ولو أنه في سورات مضادة حتوقف تقول لا وفي دول غربية خايفة حتدعمها لكن في النهاية اليوم انكسر جدار الخوف عند الشعوب العربية وصار في شعور أنه ما ممكن نستمر الأمور بالشكل اللي هي فيه فأنا بأعتقد أنه هاي في السورة اليوم طرحة سؤال على العالم وعلى الأنظمي وعلى النخب وعلى كل إنسان شو مصير هالشعوب العربية من هون لعشر سنين إعادتها لقفص الاستبداد أصبح مستحيل لأنه تكسر حتى لو بقيوا الأشخاص وشبه أشخاص لكن لعد فيه قناعة ولعد فيه يعني ماتت الأنظمي والنخب اللي كانت عم تحرك الأنظمي ماتت سياسيا ولم يعد أحد يسير فيها فاليوم التحدي إعادة بناء الفكر السياسي والوعي السياسي والمجتمع والتنظيمات الاجتماعية نحن في السورة خلقت وضع إعادة تكوين للمجتمعات وإعادة تكوين للمؤسسات وأنا بأعتقد الحل ما هيكون سهل يعني ما مننا نتبع الحل هو مخاض مخاض طويل مخاض طويل الشيء الإيجابي ربما أنه بعد ثمان سنوات رغم الحروب التي سخشنت على الثورات ومحاولة تشويهها وأنها سبب الدمر في المنطقة إلى أن هناك موجة ربيع ثانية في السودان في الجزائر هذه حل تشير إلى أن الشعوب العربية أو الشعوب المنطقة صواء في المشرق العربي أو المغرب العربي لن تتوقف وحتى وإن كانت الخسائر فادحة أنا بأعتقد أنه لما فهمت النظم العربي والنخب الحاكمي لأنه متكلسي وجامدي هو أنه الشعوب وقت نزلت للشوارع وقت رمت بنفسها في الساحات اتحررت لو ما شعروا بالحرية ما نزلوا يعني التحرر حصل بأصد السورة هي كانت تحرير لإرادة الشعب فهدول الشعب صار حر لن يقبل مرة تاني لا استمرار النظم ولا الاضطهاد ولا الاستبداد لذلك ما لم تتحقق أهدافه يعني تغيير حقيقي وجزري للأنظمة يعني تكنيس الأنظمة القائمة وإقامة أنظمة مبنية على سيادة الشعب والإعتراف بحقوقه والإعتراف فيه ومشاركته في السلطة بأعتقد أنه السورة لن تتوقف لكن مع الأسف يبدو أن الأنظمة العربية كما ذكرت أنت غير قادرة على قراءاتها مستحيل ولا الجزائر يراد لجثة أن تحكم بولايا خامسة هذا أفضل أفضل يعني مثال لطبيعة النخب الحاكمي والأنظمة الحاكمي أنه حتى لو صارت جثة بدأت ضل حاكمي يعني ما فيه اعتراف إطلاقا بأنه فيه شعب له مصالح له إرادي له هموم لازم له حقوق في سبيل الهروب من الثورات والاستحقاقات الشعبية وجدنا أن الأنظمة العربية ذهبت طوعا إلى إسرائيل للتطبيع ما كان تحت الطاولة أصبح اليوم فوق الطاولة ولم يعد هناك حرج هل هذه هي ما تراه الأنظمة العربية هي بمثابة طوق النجاح؟ هذا استمرار للسياسات اللي قادتنا للوضع للوضع اللي نحن فيه يعني للفوضى وللفراغ الاستراتيجي شو نفس السياسات استمرار للسياسات؟ يعني المراهني على الدعم حتى عدوك اليوم يعني المراهني على الدعم على دعم الخارج على الدعم الأجنبي الأمريكان ما كانوا أصدقاء للعرب الأمريكان ما اليوم عم يدعموا إسرائيل كانوا عم يدعموا إسرائيل من زمان والغرب ضلت الدول العربية تراهن أنه نحن ما منستطيع نعمل شيء إلا أنه نكسب ود ودعم الأنظمة اليوم إلا إذا نكسب ود إسرائيل لذلك أنا بأعتقد هذا يعني السير في طريق الخاطئ نفسه لن يستطيع هذا الجدار الجديد اللي يهن الوهمي اللي عم يحاولوا يصوروه أنه حيكون موقز لن يستطيع أن يحفظ الأنظمة اللي يحفظه هو عودتها للشعب أنا هذا قناعتي يعني عودتها للشعب هن نفسهم غير قادرين بس بدهم يقبلوا أنه الاستمرار بهذا يعني الصدام مع يعني بين إسرائيل وإيران خيارات صعبة أيضا العالم اليوم الذي قرر نحيز لمصالحه الشعوب العربية هل ستستمر في دفع الثمن؟ إذا استمرت الشعوب العربية تراهن على الأجنبي حتى لو مانو إسرائيل حتى لو الباكستان سنخسر دائما اللي يدافع عنك هو اللي يقطف السمرة الدفاع عنك يعني إذا الدول العربية احتمت بإسرائيل اللي حيصير هو أنه إسرائيل حتتقاسم النفوذ مع إيران مش أنه إسرائيل حتتدافع مشان تعطي للعرب حقوقهم في ما بدي أقول غباء بالتصور استراتيجي لأنه هذا كلم صغيري بالمقارنة مع المغامرة بمصير الشعوب بدي أقول في إنعدام رؤية عند بعض النخب العربية اللي بتفكر أنه المشكلة اليوم هي أنه يجيك طرف عنده قوة أكبر مشان يحميك بينما أنت كل شغلتك أنه تقاوم التحولات في بلدان عربية يعني بدك تعمل سد ضد تغيير مستحيل حدا يوقف بوجه التغيير باتجاه أنه تصير هناك حكومات تعكس إرادة شعوبها هذا ما ممكن أنه حدا يوقف بوجه اليوم بعدما الشعوب تحررت بالسورات الربيع الأولى والموجة القادمة حتكون كاسحة بشكل أكبر إذا ما صار في تغيير تدريجي على الأقل بمعظم البلدان مثل ما هلع مصير بالجزائر وأنا بأعتقد الجزائر ستمشي بتغيير جدي يعني سيكسر الشعب سيكسر الحاجز لأنه دفع سمن غالي ونحن دفعنا سمن غالي اليوم الموجات القادمة لن يستطيع النخب أن تستخدم الأسلحة الكيموية والبراميل المتفجرة لكي توقفها مثل ما صار في الجزائر ستكون هي الأزمة عندها وهي الجباني لذلك أنا أقول التحول بدأ والاستراتيجيات الصغيرة للأنظمة الحاكمة ستنهار مثل قصة أنه أدفع أنا لحاكم شبه ميت بحطه بالواجهة وبحكم من وراء هذا كل هاي الأمور لن تجدي اليمن في مداخلة صغيرة ربما وآخرة دخلت عصر الملشنة يعني هل بإمكان عصر؟ الملشنة يعني ميليشيات تحكم البلد بشكل واضح التحالف الذي جاء لإنقاذ الشرعية دعم ميليشيات أخرى على أساس طائفي أيضا وأساس أسس مناطقية هل ستسمر هذه حالة الملشنة بشكل كبير في اليمن كمتابع؟ أم أن سيحصل ما لا يتوقع؟ والله إيمان لسه ما واضح إطلاقا شلو بدأت تطور الأمور حتى بسوريا اللي تسميها الملشنة يعني وجود الميليشيات هو موضوع صراع هائل هذا جزء المفروض من التوصل نحو حل التوصل إلى حل سياسي للأزمة ككل وإلا اليوم الجيوش نفسها عم تتحول لميليشيات الجيش السوري هو ميليشيا يعني استخدموا النظام السوري كميليشيا لقتل الشعب لذلك إعادة الأمور إلى نصابة يعني التخلص من حكم الميليشيات وبناء جيش وطني بيتوقف أيضا على إعادة بناء الدولي في كل هالبلدان وهاي الدولي لن يمكن إعادة بناء إلا كدولة دولة حرة للشعب لن يمكن إعادة بناء الدولي دولي أدات في إيد نخبي فاسدي لقمع الشعب لذلك أنا بقول المعركة طويلة لكن اتجاهها تصارت معروفة وأهداف معروفة إعادة بناء دولة الحرية لشعب حر نتمنى أن تنتهي المعركة بهذا السياق وأن تعود السلام والأمن والاستقرار والحرية لجميع الدول العربية يعني داهمنا الوقت دكتور وكنت سعيد جدا بإجراء هذا الحوار معك شكرا إلاك وشكرا وبتمنى لليمن كمان أنه تتخلص من الحرب وتدخل في حياة في مسار سياسي حقيقي لبناء الدولي إن شاء الله شكرا جزيلا لكم شكرا عزيزي المشاهدين في اختام هذا اللقاء لا يسعني لا نشكر ضيفي الكريم الدكتور برهان غليون والشكر كذلك موصول لجميع المشاهدين نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر